وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الأخ الكريمة تسهولي على شي مشكيل ناجم بينها الزوج والزوجة دياله هو يهز الصيلة الماء سخون ويحرقها بس برات دعاته باللي دعاته تشديه ومي أشن الدنب دياله هو الأخ الكريمة مش هي اللي غنسوله اللي غنسوله هاو أش من الدنب عندها نسوله هو أشن الدنب دياله شوف أراها للأخ الكريمة المعاشرة الزوجية مش هي عنف معاشرة الزوجية مش هي عصابية مش هي الكونتر اللي تقول مش هي الكونتر ضد أش بغيت أنت نرفضه أنا لا معاشرة الزوجية ما هكذا تقام الله المستعان المعاشرة الزوجية مبنية على الرحمة والمودة والسكان وخفض الجناح قال الله سبحانه وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون شوف ثلاثة المعايير ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه الآية المعاشرة الزوجية ما نسمي إيش هنا علاقة كيف سمت يقولوا علاقة الزوجية لما عناش علاقة في الإسلام عنا معاشرة فيها الرحمة فيها المودة فيها السكان هكذا ينبغي أن يكون البيت يعني كيف هاد الناس غير يعيشوا في ظل هاد في غمة أو تحت غمة هات المشاكل هذه سيعيشوا تحت ظل الإسلام والمودة والرحمة والسكان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي سيد الرجال ووحل الإنسان لكي يعني يرحم المرأة دياله رأى أن حقوق متبادلة في القرآن بين الزوجين قال الله عز وجل ولهن مثل الذي عليه النبي المعروف وللرجال عليه النبي درجة نعم الرجل عنده حق أكبار من حق المرأة والمرأة حتى هي ما تتفز الرجل ربما أن ذلك سباب باش تحقاته باش ضربها بالمال سباب دنب ارتكباته إما بينها وبين الله سبحانه وتعالى ولا بينها وبين شيوحد ولا بينها وبين الزوج دياله ولذلك جانا علي مخصوش هو يديرها كاك لأن هذا الشيطان لعب هذا الخدمة دياله لأن الخدمة دياله وغصي دي المشاكل ما بين الزوجين باش ديك ساعة ومن بعد لا يمشي للطلق مثلا باش يبحوى لكن لا هذا خاطأ ناجي والغضب من الشيطان ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال أوصيني يا رسول قال لا تغضب لا تغضب لا تغضب فردد عليه ميرا لا تغضب ولغضب الإنسان يقول يعوذي له النشيطان الرجيم يخرج برا كيف ماته يديرو الصحابة إلا كان شي مناقشة مشادة كلمية بين الزوجين يخرج الراس بصافي كما فعل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يخرج ابن السعب خورا كان وقفي قلس كان قاعد غضب هالشي باش باش وصلنا لإسلام وقضية الأخت الغضب بين الزوجين بس أهلة وقت هالإنسان اللي قادر أنه يمتصد لك الغضب غضب غضب باشيحنا نخليه حياتنا كلها بنينها إما عدت سنين على الزواج ولا عشر سنين من الزواج كنجي واحد اللحظة ونكركبه المسائل كلها إذا الخطو هو اللي يخطأ حتى هو ذلك الشي اللي يعتقل اللي يوقع عليه بسبب الدنب ديالو بسبب الدنب ديالو ويحمد الله ويشكره خصي إيبات ساجد شكر لله عز وجل والمسخون كل جاب الله مشتلي على عين ديال هاش غايدير واش غايفك هاد المحكمة إذن هاد المشكل اللي يوقع بين هاد الزوجين طلبوا الله عز وجل أن يريهم الحق حقا وأن يرزقهم اتباعه والباطل الباطل وأن يرزقهم اجتنابه هاد المشكل اللي يوقع اليهم يخصي كل يوم دارسوا عبرة يستلفوا الحياة الجديدة بمعنى يبدلوا ما يبقاش فيها الحال هو ما يبقاش فيها الحال هي كلهم على خطأ يقلسوا يتسمحوا بعضيتهم يبدلوا الميلة صلى الله عليه وسلم أما ما عنداش دان بدك تشير لرفعات الحكم القاضى دي لما كانت مشكلة كان قضاء الحيث في الإسلام والنساء في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم يجيوا عند الرسول عليه وسلم تيفكو المشكل قدام الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن هذا لا يعني أن كل مرأة مثلا يعني ترشها الراجلها ولا ضربها بترشها ولا تفعها ولا ولا تمشي لمحكامها لا استعرف بأن المرأة لخصها الرجل رغا تحل رغا تحل يسهلوا العيالات دي كل عيالات اللي يوم أرامل عيالات اللي مشاء الأزوج مخلاوهم مخلاديهم الأولاد وتكون يمطرة نتخذ في الفيرما ولا في اللوزين ولا في المعمل وتكرفص وتتمندل إذا استعرف قيمة الزوج وقلوب الله تباركه وتعالى